موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مع فاطمة في الوصفة اليوم ستشوفوا طريقة جديدة في تحضير الكواسان الجديد في هذه الوصفة استعملت كريمة اللوز في عملية التوراق بالنسبة لكريمة اللوز او الكريم داماند هي نفسها اللي استعملتها في تحضير الزاماندين ما غديش نوضع لكم طريقة التحضير في هذا الفيديو باش ما نطولهش عليكم لكن غدي نوضع لكم رابط انتاع هذا الوصفة في آخر الفيديو وتحت الفيديو وفي هذه الوصفة ما استعملش أيضا مارغارين التوريق سنبدأ أولا في تحضير عجيلة الكروسان بسم الله هنا في إناء الخلطان يوضع خمسمائة غرام تعفارينة او دقيق ابيض يكون مغربا سنضيف لها 25 غرام من تحليب على شكل بودرة ما يعادل لتملاعك كبار لما كاش عندكم حاضر من بعد استعملوا كوب من تحليب دافي باش تجمعوا العجينة سنضيف سكر فانيلا كيس واحد او ملعقة صغيرة نضيف أيضا الملح 10 غرامات او ملعقة صغيرة نضيف أيضا خميرة الخبز او الخميرة الفورية وضع 20 غرام ما يعادل بالتقريب زوج ملاعق مملؤين جيدا من بعد سنضيف السكر 75 غرام بالتقريب من نصف كوب او اقل من نصف كوب سنخلط الآن المكونات الجافة من بعد نضيف المكونات المتبقية 80 غرام زبدة او مارغارين تكون طرية ما يعادل التملاعك كبار مملؤين جيدا من بعد سنضيف حبا بيت وفوق البيت سنضيف الماء يكون دافي او اكتر من دافي ونجمعوه في العجينة نزيدو الماء ونجمعو العجينة وفي الآخين تحصتو العجينة تكون طرية ملازمش تكون صلبة وملازمش ايضا تكون تتلاصق وكمية التعلمة بالتقريب استعملت 250 مليلت لكن يمكن تتغير على حساب النوية على الفارينة هذا هو القاوة من تعالعجينة وهذه تسمى لديتخامب والآن ندركوها اما بواسط العجين او بواسط اليد وهنايا اضفت ربع ملعقة صغيرة تعخل الخل يعتبر كحافظ وفي نفس الوقت محسن الآن ندركوها اما بواسط اليد او العجينة لمدة خمسو دقائق من بعد هنا العجينة هذي انا حضرتها في الليل حتى الغضواء عاد باش ورقتها نوضحها في كيس بلاستيكي نغلق عليها جيدا نخليها ترتاع لدرجة حارة الغرفة لمدة ثلاثين دقيقة بعد وضعوها في المبرد وتخلوها في المبرد لمدة اثناش ساعة حتى الغضواء عاد باش تورقوها وهذا الراحة مهمة باش تتحسطوا على كرواصة متل انتاع المحلات يكونوا مورق لان الكرواصة لو كان هذي اللي عجينة تحضروها في نفس اليوم وتحضرو الكرواصة غادي يجيكم متل الابريوش من الداخل من الخارج جي عندها الشغل تاع كرواصة لكن من الداخل يجيكم متل الابريوش وكما لاحظتوا هنا بعد ما خليتها ارتاحة ليلة كاملة حتى الغضواء جبتها من المبرد ونورق فيها ونعطيها حجم كبير على الشكل مستاطير السمك نتاعها بتقريب 5 مليمتر وهنايا استعملت المارغالين او زبدة تكون طرية 125 غرام غادي هنا نطلوها على جميع المساحة وماذا بيكون لازم تكون طرية كتيرا باش هكتساعدكم باش توزقوها مليح وهنايا كما لاحظوا هذي كريمة اللوز استعملت بالتقريب 200 غرام نفس الكريمة اللي حضرنا بها لزاموندين ما وضعت لكمش طريقة التحضير لانني راني عملتها من قبل غادي نوضع لكم الرابط انتاحة في اخر الفيديو وتحت الفيديو كما لاحظتوا بعد ما وزعت كريمة اللوز على جميع المساحة الآن غادي نضيروا توق سامبل يعني نجيبوا الجهة العلوية الى الواسط ثم الجهة السفلية وتعادلوا مليح العجينة وتعادوا ايضا تلفوها مرة تانية وتعادوا توق سامبل يعني هذه العجينة قدرت فيها تنين توق سامبل تقدروا تديروا واحد توق دبل واحد توق سامبل انا دايما كما تقول عندي حاضرة مالغارين التوريق هذه هي الطريقة اللي نستعملها في تحضير كروازون من بعد هنا يا العجينة غادي نلفوها جيدا في بلاستيك غدائي وتوضعها في سنيوة ولازم ترتاح في المبرد على الاقل ساعتين باش هذه الزبدة تتماسك ومن بعد تقدروا تورقوها مليح لكن ما لازمش تخلوها كثيرا باش هذه الزبدة ما تولي لكم اش صلبة لو كانت تولي صلبة غادي من بعدها كي تكون رقوها تقعد لكم هكا كوويرات في الجينة هنا يا إلا شفتوها ما زالت صلبة يعني انسيتوها ولا حضرتوها وخليتوها مدة طاولة في المبرد غطوها وخلوها على درجة خارط الغرفة حتى تشوفوا هذه الزبدة ولا تلايينة من بعد غادي نورقو العجينة على سمك خمسة مليمتر نعدلوا الحافة بواسط الغولات ولا سكين باش من بعد القاعدة تع المثلات تجينة مليح مسطاحة من بعد غادي نلفوا العجينة على تنين غادي يظهر لكم هذا كالخط في الواسط غادي تفوتو عليه بواسط الغولات ولا سكين من بعد غادي نقطعوا متلاتة يعني هتي هي طريقتي في تحضير لك خواسن غادي هنا يتقطعوا متلاتة إما عينكم وميزانكم ولو ما كنتوش موارفين تتحضروا هاد الكرواصن تقدروا تديروا متلات فيه كرطون وتوضعوا فوق العجينة وتقطعوا العجينة متاعكم كيما لاحظتو خمسمائة غران انتاع عجينة تحصلت بالتقريب على 18 قطعان متاع كرواصن من بعد هنا شوفو هنا كي فشرها مورقة منها الداخل غادي تتأكدو إلا كانت طريا جبدوها هاكا من الأعلى كسلوها شوية لازم تساعفكم إلا شفتوها مازالت صلبة أو مازالت شطرية تاني تنجمو تغطوها وتخلوها ترتاح لأنها لهذا كدهان لو كل ما يكون شطرية لا تقدروش تكسلوها بهذا الشكل غادي نحضروا جميع القيطة من بعد تلفوهم مثل ما عملنا لكرواصن في الوصفات السابقة دائما تبدو من القاعدة وتقعدوا تلفو حتى توصلوا للقمة وهنا الكرواصن تاع البيت مايجيكمش كيمان تاع المحلات لأننا ورقناه بليد لكن المحلات يورق عندهم آلة خاصة هي اللي تورق العجينة ويكون عندها نفس السمك في جميع المساحة احنا في البيت كين ورقوها يعني يكاين بعض الجيات لما يكونش عندهم نفس السمك وهنا كما راكم تلاحظون كملوا عملية تشكيل لكرواصن بنفس الطريقة وهذا هو الشكل المحبب عندي هنا قد نوضعهم في سنيوة وغادي الآن نطلوهم بمزيج انتاع البيت وشوية قهوة فورية وشوية حليب لما بغيتوش يكون عندهم لون ذهابي تاكن تقدروا ما توضعوش القهوة الفورية والحليب ووضعوا مباشرة البيت هنا يوضع تحبها بيت مع نصف ملعاقة صغيرة تاع قهوة فورية وحتى الملعاقة صغيرة مع ملعاقة كبيرة تاع حليب خلطهم مليح وهنا نذهن المساحة العلوية وهنا نذهنهم قبل ما يتضاعف الحجم انتاعهم لأنه في بعض الأحيان من يتضاعف حجمهم وتطلوهم بالبيت هنا كما لاحظتوا بعد ما تضاعف حجمهم وهنا يتطلب بعض الوقت حتى تنين ساعة يعني الكرواصة مثل البريوش سنسخنوا الفرن على درجة حرارة عالية 200 درجة مئاوية ما يعادل بالتقريب 400 درجة فرنهايت وغادي نوضعوا سنيوات داخل الفرن وماذا بكم طيبوا بسنيوة واحدة لكي الكرواصة يجيكم محمرة مليح ومدة الطه تكون قصيرة من 20 حتى 25 دقيقة حتى يتحمروا لكم على الشغل الذي تشاهدوا فيه في الصورة والإحمرار على حساب الضوء كما نحن في البيت يبقوا محمرة ودائما مين تتحمروا هذه الدهون التي فيها ستنحرك هناك الكرواصة لديها مميزة تحت هذه اللوز اللي استعملنا في الكريمة نتاع اللوز هناك كمية كرواصة بتبقات لي شوية كريمة اللوز ووضعتها من الأعلى كما راكم تلاحظوا في المزاحة العلوية وعاود دخلتها الفن فقط كيكاء أو تنين غيباش هديك الكريمة الطيب كما راكم تلاحظوا في الصورة بعد خلوهم يبردوا وترسوهم بشوية سكر ناعم هنا أيضا تتحصلوا على كرواصة من نوع آخر وهذا هو الشكل النهائي انتعليك كرواصة وغادي نفتح لكم واحدة وتسمعوا القرمشة متاحة وهنا شوفوا كيف يفجأ من الداخل المورق بالنسبة لمراحة هذا اليوم كما قلت لكم هادا الطريقة في تحديل عجينة الكرواصة نستعملها كما تكون عندي حاضرة مارغارينة التوريق لكن ما تكون عندي حاضرة مارغارينة التوريق نستعمل الطريقة الكلاسيكية اللي شفتوها معايا في الوصفة الأولى انتعليك كرواصة هذه تجيكم أسهل من هذه الطريقة وصلنا إلى نهاية الفيديو انتعليه وان شاء الله يكون أعجبكم كلكم مع السلامة وإلى الفيديو اللي جاء ان شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى